وحده العراق من بين كل الدول العربية دعي للمشاركة في القمة الافتراضية للديمقراطية التي عقدها الرئيس الأمريكي جو بايدن مشاركة العراق في القمة جاءت من خلال كلمة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التي استعرض فيها موقف العراق ونهجه المتمسك بالديمقراطية لتحقيق الحكم الرشيد الكاظم الذي افتخر أن الديمقراطية الناشئة في العراق وجه تحدي الإرهاب الوحشي لداعش وهزمه شر هزيمة عسكريا وأخلاقيا دعا زعماء القمة إلى تطوير منظور أوسع للديمقراطية يقرن بالعمل الدولي المشترك يقوم على دعم التنمية المستدامة في البلدان النامية على وجه الخصوص وكانت القمة قد افتتحت أعمالها الخميس عبر دائرة تلفزيونية مغلقة استضافها الرئيس الأمريكي جو بايدن بمشاركة زعماء وممثلي أكثر من مئة دولة بايدن اعترف أن الديمقراطية في العالم تواجه تحديات كبيرة ومقلقة وأن على الولايات المتحدة نفسها أن تكافح بلا توقف لترقى إلى مستوى متلها الديمقراطية ترجمة نانسي قنقر